في البداية حطينا أكثر عن هذا الكتاب وماذا يحتوي تسلموا لي أول شي صباح الخير وشكراً كتير على الاستضافة وعلى الملء الحلو وعلى عمان الحلوة في صراحة أهلاً سهلاً يعني أعتبر أول مرة بجي أجيتها مرة بس اليوم واحد وجوه روعة وناسها أحلى حبيبتي ويعطيكم ألف عافية وشكراً لتأديركم لهيك ثقافة نقولها لإلنا كلنا نحن يعني إن كان قطر ولا الأردن ولا أي بلد عربي نعتبر واحد بإذن الله أهلاً وسهلاً نحدثك عن إيش يعني بالداية عم نحكي عن هذا الكتاب اللي تم كتابته باللغة العربية ومن ثم ترجمته وتقديمه إلى العالم اللي يتحدث عن تاريخ الألماز يعني هذا شيء جميل جداً مختلف نادر أول مرة عم بيسير فحكتين عنه هذا ما بصير بسنة أو سنتين هي فعلاً مشوار كتير كتير طويل بعد خبرة 19 سنة عم بشتغل بمجال تجارة المجوهرات نحن نملك شركة مجوهرات بقطر بل لكن أنا كمصممة مجوهرات امتهنته بدراسة كان عندي شغف أني أعرف شو هو الألماص ليش الألماص غالي كنت لاحظ أنه نحن عندنا ببلادنا ما في هاي التخصصات لا بالجامعة ولا بالمدارس كان لازم إذا بدك تاختي كورسات أو دبلوما تاخديها من بلجيكا أو أمريكا ضليتني وراء الموضوع لا قدرت أتخصص وبحث علمي كان طويل يعني أخذ مني سنين لا قدرت أنتجه هو يعتبر بحث علمي أنا مش كاتبة هو بحث علمي بحث علمي بعد دراسة كتير طويلة بعد ما جمعناه وعملنا كل لكت عليه قدمنا لوزارة الثقافة القطرية وما أثروا بأنه يدعموا هيك موضوع رغم كان في صعوبة ومسئولية كونه أنه ما إله مرجع تاني لأنه ما حي منه يعني كان تروحي على المكتبة بتطلبي كتاب ملم بكل تاريخ يعني أهم الأشياء عن تاريخ الألماس ما كان موجود ما بتلاقي الحمد لله لازم إذا يعني من تعلم ممكن علم فليعلمه ونحن عم يعني إذا بنقدر نقتدي بهيك شي وعندك علم ليش لا الحمد لله تم ترجمته للإنجليزية بس قبل داشنا بمتحف قطر الوطني كان تتشينه رائع بحضور مجموعة من السفراء هلأ هون القصة أنه كان السفير البلجيكي حاضر باللانشنج كان مثل محاضرة عم نحكي عن تاريخ الألماس وبنفس الوقت كان حاضر وصار في حديث أنه تم ترجمته وينقل للمجلس الأعلى الألماس ببروكسل ببلجيكا وفعلا صار هالشي رحت بالصيف مع الأولاد بعت الكتاب ورحت كانت من أحلى الأخبار اللي بسمع بحياتي أنه بعد بأسبوعين وصلني إيميل يقول لي أنه zero mistake ما في أخطاء وكان يعني أنك تنقلي وتورجي أوروبا أنه نحن العرب مثقفين وهينا بالألماس عم نطور قطاع تجارة الألماس بليفل علمي أكاديمي ثقافي هذا النجاح للكل والدليل عن هذا التأدير أنه حضرتكم وصلكم الموضوع والحمد لله تم تتشينه ببروكسل كمان نعم وقلت لي بحضور 52 سفير بحضور 52 سفير كان رائع رائع جدا يعني ريت كنت جايب الفيديوهات يتفرج عليها هلأ هو بحث يعني رحلة في عالم الألماس يعني بحث وأيضا تفصيل وبتمشي فيه بأجزاء فأحكي لنا عن أجزاء الكتاب إيش عم تتناولي فيها لأنه شكله كتير ممتعي أنا عم بتصفح عرفك فهو جدا سهل للهواة والمختصين نعم أنت كهاوية أو تحب تشتري مجوهرات فيك تتصفح الكتاب بالذات الباب الأول والثاني أول والثاني تحكوا عن كأنها قصة يعني بيقولوا لك الألماس من الفحم أبدا الألماس ما إلوا علاقة بالفحم فيه معلومات رائعة الباب الثالث هو للمختصين 100 صفحة بفضل أنه اللي ما إله الإختصاص يعني يعمل له سكب نعم الباب الرابع كمان بيحكي عن البورصات بيحكي عن أهم الأحجار الألماس النادرة حلو ممتع بعتبت بتوقع أنه كهاوي رح تنبسطه فيه نعم يعني الخلفية اللي اعتمدت عليها وخاصة أنك أنت قلت لنا أنه ما كان فيه أي مرجع بتقدر أنك أنت تعتمدي عليه فما هي الخلفية اللي اعتمدت عليها اليوم كرمال نفذي هذا الكتاب يعني عليك هاي هي كانت الصعوبة أنك تقدري تراسلي هاي المعاهد العالمية وتقبل تعطيكي المعلومات مم فأنا اللي ساعدني أني أخذت دبلومة من عندهم وتخصصت من عندهم فحصوا تصنيف ألماس فكان ممكن أني أقدر أخذ المعلومات هذا بالنسبة للباب الثالث لكن الباب الأول والثاني والرابع لا نحن رسلنا شركات التنقيب بروسيا لأن روسيا هي أكبر منتج الماس على مستوى العالم روسيا كالتنقيب كان لازم نرسلهم ونطلب منهم أن يفتحوا الويب سايت تبعهم لحل ما نفتحوا للمكان يعني في صعوبة كانت بأنك تاخد المعلومات ومسؤولية كتير كبيرة أنت عم تحكي عن تجارة بيقوم عليها اقتصاد دول نعلوم بها السياسة والحمد لله سهل ممتنع وكلمات واضحة جدا ما فتنا بديب ما إلو معنا يعني درنا الحمد لله بس كان فترة طويلة والله أخذت معي قديش أخذك وقت كتابة هذا الكتاب شوفي الكتابة سنتين ونص لك ثلاث سنين مع البحث والكتابة لألفين وعشر لألفين ساعة عشر بلشت بحث وكتابة بحث وكتابة بس كخبرة وأنك توصلي أنك تعملي هيك موضوع لا قديمة كتير نعم يعني تاري في كونك أول إمرأة عربية بتم ترجمة كتابها في أوروبا أولا أكيد هذا شعور جميل جدا وهذا شعور تفخر فيه كل النساء العرب أكيد ولكن كمان هون صار في عندك بداية لطريق جديدة يعني اليوم في مسؤولية جديدة عم تنحط على عاطقك لحتى تكملي هذه المسيرة وخاصة أنك أنت زي ما حضرتك تفضلتي يعني ما في كتير أشخاص متخصصين في عالم الألماز هناك الكثير من المعلومات اللي نجهلها عن هذا الحجر الجميل اللي كل إمرأة ترغب وتود أن تقتني منها خاتم أو عقد أو أي تحفة فحصينا اليوم إيش مخططاتك كيف تشوفي الرحلة رح تستمر في هذا العالم والله رح تستغرب إذا بقلك قولي لي أبدا نهائيا هي المسؤولية اللي أنا حاملتها من يوم ما كان عمري عشرين سنة هي نفسها ولأن يعني لا يضع الله يعني رب العالمين ما بحط رغبة بقلب الإنسان إلا وهو كفيل إنه يحقق من نحن وشباب صغار ونحن منقول بدنا نعمل بالعكس الشغف من زمان كان أعلى بكتير من هلأ هلأ نحن عم نستمتع عم نقطف ثمرة التعب نعم أنا بشوف بالعكس هاي المرحلة جدا ممتعة وبشوف إنه يعني أسسنا مختبر لفحص تصنيف الألماس بالدوحة هذا هو هاي المنصة اللي عم حاول أنقل يعني الدزاينر نفترض في مصممة أردنية أي أيجنسية حابة تدخل العالم من مجوهرات تقدر تاخد كورسات لتعرف هي عن إيش عم تشتغل منقدم كورسات منقدم دورات تدريبية مبسوطة مستمتعة جدا هي مش مسؤولية على قد ما أنا بالعكس متعة إنك عم تشوفي عم تقدمي هذا العلم للجيل الجديد وبلش يظهر حاليا أنا عم بقطف ثمرة هذا التعب وعم حاول أنقلو لجيلنا الجديد أنا ابني الكبير هلأ ابني وبنتي الكبار خرجين المعهد بلجيك وأخدين فحص تصنيف ألماس وكتير مبسوطة مستمتعة أن هالشباب لازم يكون عندنا جيل مختص ليش كلنا منلبس ألماس ما شاء الله يعني لازم يكون في جيل مختص إيناس إذن أنت خرجت المعهد الجيولوجي في بلجيكا وأنت كمان عضو في لجنة تحكيم ديزاين وورلد اللي هي باخدار المصممين المجوهرات اللي بيروحوا لدور المجوهرات الأكبر دور المجوهرات بالعالم بحب أسمع منك شو بتعطي نصيحة للصبايا والشباب في العالم العربي اللي بيحبوا هاي الأمور صناعة المجوهرات تصميم المجوهرات دراستها شو نصيحة بتأدمي لهم ياها؟ درسوا درسوا عادي صعب يمكن الأهل يقولوا لهم ما في شهر كان صعب لا أحكي لك الشيخة كان صعب لأنه هذا التخصص مش موجود ببلادنا مظبوط وأنا عانيت جداً لقدرت أخذ هاي الشهادة لكن هلأ صار موجود إذا وللو السوشال ميديا ما مقصرة عد على صيرة السوشال ميديا بدي أشكر للمستشار الإعلامي أردني هو ولل عمل لي تور سياحي بجنن مبارح بعمل الأخ خلف مروح العظمات تسلم لي يا أخ خلف شكراً كثير على كل شيء أهلاً يعطيك العافية من سلم عليك ابن بلدكم من المفرق صح؟ سلامنا لأهل المفرق كلام كمان والله يعطيكم ألف عافية يعطيك العافية يا عزيزي صار فيه إعلام صار سهل جداً إنك تعرفي وين ممكن تاخدي كورسات كل مهنة أنا بمبدأ وأكيد معي فيه كل مهنة لحتى تتقنية لازم تتعلميها كيف تصيري ديزاينر مجوهرات؟ ما تعلمتي كيف أسس التصميم فيه 2D وفيه 3D وفيه جيوماتيك وفيه رز الراش وفيه كذا شغلة هلأ والخبرة بتلعب دور بس ما شرط أوقات فيه صبايا صغار عمي أبدعوا أكتر مننا وأنا على قناعة إنه الجيل الجديد أقوى وأزكى وأشطر مننا بكتير نحن الجيل القديم اللي ما قدرنا أصلاً ناخد العلم الكافي اللي هنن هلأ متوفر لنو بيقدروا ياخدوه عم نشوف بأولادنا وطعم نطلع ندرسهم كنا نحلم ندرس الدراسة اللي عم ندرسوها نعم نعم يعطيك ألف عافية وشكراً جزيلاً لجهودك ومباركة دائماً كل الخطوات اللي بتقوم فيها وأهلاً سهلاً بك شكراً لزوقت أكترموا لي يا رب الله يسلامك يا أهلاً